الحقيقة وراء اختلاف النسخة الشرق الأوسط عن النسخة الأمريكية في جهاز S20 Ultra جبت الجهازين واحد من أمريكا واحد من الشرق الأوسط تقوم بعمل الاختبارات ما بينهم وبهذا الفيديو تتأكدوا من الأداء وفرق الأداء ما بين الجهازين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم في السلفة في العادة ومع كل سنة بعض الأجهزة التي تخرج من شركة سامسونج يكون لها معالجين مختلفين معالج يوجه للسوق الأمريكي ومعالج ثاني في العادة منهم يوجه لباقي العالم فالأمر هذا لأكثر من سنة وكل سنة يكون هناك كلام بأن معالج أمريكا أفضل أو معالج الشرق الأوسط أفضل هذه السنة الاختلاف كان شاسع بحسب كلام من الناس وقالوا أن النسخة الأمريكية أفضل بكثير النسخة الحاملة للكوالكم سناب دراجون أحسن بكثير من نسخة السامسونج إكسينيس فرق الأداء ما بين النسختين المفروض يكون ليس كبير المفروض يعطيكم نفس الأداء لماذا سامسونج تنزل الجهاز فوق 1500 دولار قيمته؟ وفي النهاية تعطينا أداء مختلف يعني حرام وأيضاً الشيء الثاني الذي واجهته لأتمامكم هذا الفيديو اضطررت أشتري نسخة كوالكم من الولايات المتحدة الأمريكية بفارق حوالي 400 دولار عن سعر النسخة الموجودة عندنا في المملكة العربية السعودية فالحين التجارب صارت ما بين الجهازين على أكثر من صعيد قمنا بتجارب جداً كثيرة وأيضاً أكدنا التجارب بإعادتها لما النتائج ما تعجبنا لذلك عندما نخرج بأرقام ستكون أرقام واقعية ومن باب التذكير يمكنكم تشتركوا عندي في القناة وتفعلوا التنبيهات لكي تعرفوا تبعات هذا الأمر وماذا سيكون وأيضاً المحتوى تشاهدونه أول بأول بإذن واحدة في أمور ما لقيتنا فرق بينهم أبداً مع الاختبارات وهذه الأمور من البداية نوضحها ونستبعدها لكي نعرف أن ندخل في الشيء المهم الأمور اللي لم يطلع فيها فرق، مقارنة الاستخدام والنظام شبه نفس الشيء، تطابق جداً كبير مقارنة سرعة فتح التطبيقات، ما كان فيه ذلك الفرق الكبير مقارنة الصوت، ما فيه فرق، كون أنه توقع اعتماد على هارد وير ثاني وهو نفس الصوت، المايكروفونات مقارنة الشاشة، ما كان فيه فرق، فيمكن نفس السبلاير، نفس مزود القطع له شاشات، وهو نفس النسختين اختبار سرعة الواي فاي، متقاربين جداً وما يعتبر فيه فرق جداً كبير وما ننسى أن الأجهزة تدعم الواي فاي ستة، فعندهم أداء إضافي في قدراتهم على الواي فاي والاتصال نذهب الى التجارة الحقيقية، بسم الله دعنا أقول لكم البداية وتطبيق Geekbench هنا سنعرف من التطبيق Geekbench 5، هل بالفعل هناك فرق بين أداء المعالجات أم لا؟ Galaxy S20 Ultra نسخة الـ Exynos 990 عطتنا في النوال واحدة 862 نقطة أما Snapdragon 865 عطتنا في النوال واحدة 766 نقطة الفارق كان لديه مصلحة نسخة الـ Exynos 990 بـ 11% تفوق ولكن في الأنوية المتعددة، نتكلم على 2641 نقطة لـ Exynos و2867 نقطة لـ Qualcomm مما يعني سالب 7% لنسختنا في الشرق الأوسط وهذا خيار لكم أنتم، تحكموا هل 7% هي الشيء الكبير الذي يستاهل هذا الفرق والكلام أو لا؟ هذا الخيار لديكم، ولكن هذا تأكيد فرق 11% إيجابية على النوال واحدة وفرق ناقص 7% سلبياً على الأنوياء المتعددة لماذا لم نستخدم نسخة الأنتوتو؟ لأنه تم إزالتها من المتجر قبل أن نقوم بعمل هذا الفيديو وعرفين الكلام الذي يحدث على الأنتوتو بنشمارك هذه الفترة هناك تطبيقات كثيرة لنفس الاختبارات والتحدي يمكن أن نستخدم بعض الكلام في نفس التعليقات منها يمكن أن نستخدم بعض الاختبارات في فيديوهات آخر قادمة بإذن واحدة الآن ننتقل إلى اختبار 3D Mark ونوعية الاختبار الموجودة فيه وهي Sling Shot Extreme هذا اختبار للغرافيكس مخصص لهواتف الفلاكشيبس وهواتف القوية جداً يستخدم معمارية OpenGL والفالكن الرسومية لاختبار المعماريتين لكي نضمن أدق النتائج التي ممكنها بإذن واحدة أبدأ بالGalaxy S20 Ultra نسخة Exynos 990 عطت 6800 وثلاث نقاط في اختبار OpenGL ES 3.1 وفي نفس هذه المعمارية لو رحنا لنسخة السناب دراجون، عطتنا في نفس الاختبار 7231 نقطة مما يعني أداء أقل في الـ Exynos 5.9% يعني حوالي 6% أداء أقل في نسخة الـ Exynos ولو رحنا أيضاً للـ Vulcan والاختبار فعطتنا في نسخة الـ Exynos 666 نقطة أما الـ Qualcomm عطتنا 6535 نقطة مما يعني أيضاً نسخة الـ Exynos أقل بحوالي 7.1% فإذاً، لو تكلمنا على المتوسط بين الـ 2، حوالي 5.6 و 7.1% لو جمعناهم وضعناهم على 2، سنتكلمنا على 6.5% أقل الأداء حق الـ Exynos من سناب دراجون في مسألة الرسوميات والمعالج ولكن هنا أؤكد أيضاً أن اختبرنا PUBG وغيرها من بعض الأشياء المتعلقة برسوميات فهل الـ Exynos 6.5% هو الشيء الضخم الكبير الذي يستهل الإعلام؟ أنتم اللي تقرروا هذا الأمر ومن نهاية الفيديو، أعطيكم بالفعل الشيء الذي أنا متأكد منه والشيء الذي أنا واثق منه من ناحية هذه التجربة أذهب إلى PCMark وبالتحديد، اختبار الـ Work 2.0 Performance هذا اختبار الأداء والكرف مع الأداء أول شيء هو الـ Exynos ونتحدث عن ١١٧٠ نقطة هذا هو الـ Exynos ولو نسخة السناب دراجون، نتحدث عن ١٦٩٪ نقطة نتحدث عن ٣.٩ أداء إضافي لمصلحة الـ Exynos ٣.٩٪٪ لصالح الـ Exynos النتيجة محسومة الـ Exynos أفضل ولكن يظل ٣٩٪٪٪٪ ممتاز، أفضل من ناحية الرسوميات ولكن من هنا الذي يطلب فرق ٣٤٪؟ في العادة عن نفسي، عندما تأتي إلى ترقية الأجهزة وإختيار بين الأجهزة ويقولون لها الجهازين مشابهين مع بعض أو أن هذه تفرق كاميرا، أرى مصلحة الكاميرا ولكن عندما أجدهم نفس الشيء في الخصائص وأجد فرق المعالجات بين بعض ٦٪، ١١٪، ١١٪، ١٪٪، هنا أشعر أن هناك معالج لن يفرق صح المهم، أكمل في الاختبارات أحد الأشياء التي أكد لكم معها من الآن من الآخر، التحديثات على نسخة Qualcomm من أمريكا تأتي قبل تحديثات نسخة Exynos من الشرق الأوسط فـ Qualcomm حصل على التحديث إلى شهر مارتش شهر مارتش الذي نحن فيه ولو تكلمنا عن نسخة Exynos، تأتي في تحديث في فبراير أصلاً مع التحديثات، جاء بعض التحسينات التي رأيناها ملحوظة على بعض أداء الكاميرات ولهذا، ستقولون لي لماذا لا اختبرنا الكاميرات بشكل جداً قوي لأن هناك تحديث هذا، نرى الفرق واضح فلو تكلمنا عن تحديث في فبراير لا يوجد إصلاح لبعض المشاكل هنا نأكد أن الكاميرا و بعض التحديثات التي صارت من ناحية الفوكس بالذات والصفاوة والتخبيش وجدنا أن نسخة Qualcomm أحسن حسن، ماذا نفعل هنا؟ يجب أن ننتظر لأن نسخة فبراير أو مارش مع مارش لا يكون فبراير مع مارش لأن العدل يكون صح فمن هنا أؤكد لكم أن الكاميرات اختبرناها ولكن يجب أن نعيد الاختبار متى ما جاءنا تحديث مارش ولكن لا أتأخر عليكم بهذه المقارنة دائماً مشتركين أو الأمور طيبة، نعود الاختبار الآن، نفس الانتوتو بنشمارك لا متوفر على المتجر ولكن يجب أن نفعل درجة الحرارة واختباره شيء مهم فحملنا انتوتو بنشماركة APK على نفس الجوالات وهنا كان هناك فرق جداً صادم لو تكلمنا على درجة الحرارة حق معالج الأكسنس كانت ما بين الـ 52 و 60 درجة سلسيوس يعني نوع ما بتخس الجهاز دافي دافي قليلاً إلى درجة الحرارة أما لو تكلمنا على نسخة Qualcomm فدرجة الحرارة كانت ثابتة على الـ 40 درجة سلسيوس وهناك فرق حوالي 12 إلى 20 درجة مئوية في درجة الحرارة مع الكرف العالي هذا يعني أنه يمكن أن نواجه مع نسخ الشرق الأوسط بعض الحرارة ولكن بالتالي الأداء، يوم اختبرناه في التطبيق الثاني كان نفس الأداء كان هناك تقارب والأرقام التي ذكرتها قبل كذا إذن من باب التأكيد، نعم درجة الحرارة تفرق ولكن مع فرق درجة الحرارة، لا سيكون فرق في الأداء وهذه في الظروف العادية الأساسية التي نصور في هذا الفيديو التي نتحدث عن درجة حرارة حوالي 24 درجة سلسيوس حسناً، لو أضعنا نفس الاختبار الذي تهو على أرض الواقع وعجبنا لنا لعبة وشاهدنا عدد الإطارات في هذه اللعبة متشابه ودرجة الحرارة متشابهة أم لا؟ بالتأكيد، ما نختار لعبة؟ هذه أكثر لعبة حالياً نختبر عليها وأكيد، نتحدث عن تفعيل HDR أثناء عملنا لهذا الاختبار نذهب للنتائج الأكسينس 990 أعطينا من 30 إلى 40 إطار في الثانية والحرارة كانت من 41 إلى 43 درجة مئوية معالج السناب دراجون 865 أعطى من 39 إلى 40 إطار في الثانية والحرارة كانت من 41 إلى 42 درجة مئوية فلو رأينا النتائج، نفس الشيء من ناحية درجة الحرارة ولكن عدد الإطارات، الكوالكم سناب دراجون أعطاني بريفورمانس أحسن فكانت دائماً إطاراته أكثر فكانت الحد الأدنى لها 39 إطار في الثانية هنا أقول أن هناك فرق قليلاً ستلاحظون مسألة اللعب نعم، الناس الذين تتحسس من ناحية الإطارات، ستجدون معها فرق وحين، كل الجوالين كانوا على 120 هرتز وكل اللعبتين كانت على أداء الألترا هذه النتيجة الرسمية، الآن نذهب إلى عمر البطارية وأيضاً أأكد لكم، عندما جاءت أختبر عمر البطارية اشتريت الجوال أيضاً حق نسخة أمريكا وجبت معه أيضاً نفس الشاحن المخصص له لأن الشاحن حق جوالات نسخة أمريكا سيكون مهيئ لمعالج نسخة أمريكا فأطرأت أن أتمام الاستثمار بطاري قليلاً نأتي إلى عمر البطارية عمر البطارية الجالكسي S20 ألترا نسخة XNs عطتنا ثمان ساعات واثنين وخمسين دقيقة أما لو تكلمنا على S20 ألترا نسخة السناب دراجون فعطتنا عشر ساعات وثلاثة وثلاثين دقيقة فأداء أكثر بحوالي ساعتين في كفة نسخة السناب دراجون ساعتين مع كرف عالي تفرق بصراحة وزي ما شفتوا شغلنا بث مباشر على كل الجوالين من مكة وكلهم نفس الدقة لكي نختبر هذا الأداء وقد وجدنا البطاريات قاعدة إلى هذه الفترة فنتحدث عن مشاهدة مستمرة للمحتوى بدون الاستخدامات الكثيرة للجوال ساعتين أشعرها مرة جدرين الآن هناك الشاحن الذي يأتي في نفس علبة الجوال الذي هو ٢٥ واط والشاحن الثاني الذي ذكرته قبل استثمرته وهذا أداءه ٤٥ واط وهذه التجربة التي يجب أن تفوتكم عن الشاحن ٤٥ واط المهم، أبدأ بالـ ٢٥ واط نسخة اكسينس وخلال ٥ دقيقة انشحنت ٢٩٪ نفس قدرة الشحن بالضبط لنسخة السناب دراجون ٤ ساعة ٩٩٪ في المئة كل النسختين أما ١٥ ساعة فنفس النتيجة وكل الجوالين أعطونا ٥٨٪ شحن هنا نأكد لكم الشحن كان من صفر ولو رحنا للشحن الكامل ١٪ فكل الجوالين انشحنوا خلال ساعة و ٧ دقائق ولكن اكسينس كانت وثانيتين وعشر ثواني كانت لك فرق ثواني فقط لمصلحة اكسينس ليس بذلك الفرق تضبط معك بأي شيء المهم، نسخة الجوال من كل المعالجين مع شاحن ٢٥ واط نفس قدرة الشحن بالضبط ولكن عندما نأتي للـ ٤٥ واط اكسينس في ربع ساعة شحن ٣٩ على طول شحن ٣٩ السناب دراجون شحن ٣٦ تأتيكم الكبيرة يوم نصف ساعة اكسينس بشاحن ٤٥ واط وصل لـ ٤٤٪ اما خلال نصف ساعة الثاني ٥٩ وعندما نتحدث عن الشحن الكامل فالإكسينس بساعة ودقيقتين ٥٥ ثانية اما الكوالكم كانت ساعة وثلاث دقائق وسبع ثواني اذاً، قدرة الشحن الأسرع كانت لمصلحة الإكسينس ولكن فرق دقيقة وشوي يعني ما هو بالفرق الذي تقول لا، لازم اترك الجوال الآن اشيله من الشاحن لأنه ليس بذلك الفرق الكبير ولكن هذه حقائق الأرقى والحين نعطيكم اختبار الكاميرا وبعدين أعطيكم النتيجة النهائية في نهاية الفيديو فنذهب للصور على طوال، شاهدوا الصور موجودة أمامكم في الزاوية الأساسية حصلنا على حدة أفضل وألوان طبيعية أكثر في نسخة الإكسينس وفي السناب دراجون أعطتنا ألوان حارة ولكن نلاحظ أن البشرة فيها تنعيم واضح في الزاوية العريضة جداً تقريباً يوجد تشابه كبير في الألوان لكن معالجة الصور والتفاصيل أفضل بمراحل في نسخة السناب دراجون واضح أن هناك مشاكل في معالجة الصور مع الإكسينس هل هذا الأمر راجع للتحديث الأخير؟ نكمل ونقول في الكاميرا الأمامية الألوان متشابهة إلى حد ما لكن التفاصيل والعزل أفضل في نسخة السناب دراجون فمن ناحية الكاميرات، الفروقات كانت لمصلحة السناب دراجون أما الأشياء الأخرى، فلقنا تشابه جداً كبير والفروقات كانت أقصاها في فرق واحد في النواة الواحدة لمصلحة الإكسينس 11% أما كل شيء ثاني في هذا الفيديو، فلقنا أنه لا يوجد فرق أو أنه يوجد فرق 7-6% بالناقص لمصلحة الكوالكوم إذن، التحديث الأخير أنشأ فرق واضح مع التصوير ولكن هذا التحديث لم يجد فرق إلى الآن، ومن صلحتنا أن يأتينا التحديث أول بأول مثل العالم ولو رأينا الفروقات الجذرية، هل هي الفروقات التي تجعلك تبعد عن نسخة الإكسينس وتقرب لنسخة الكوالكوم؟ لا أعلم لسه باقي اختبار 5G عندما أصبح أختبار 5G على كل من الجوالين، فلقنا أنه لا، سيكون هناك مصلحة على واحد فيهم عن الثاني ولكن أتواصل مع نفس سامسونج على أساس أن أعرف بالضبط شبكات 5G على نسخة الكوالكوم، أي من المشغلين أفضل أن أجرب معهم لكي يعطوني الكلام الصحيح، ولكن عندما أختبرها، ستطلع صح وهذه اللي ستطلع لدينا في أخبارنا أول بأول بحلقاتنا الأساسية ونعطيكم النتائج أيضاً في شبكات السوشيل، سأضع لها فيديوهات أينما كنت ترى بإذن الله الشيء الثاني، هل هذا الفرق يسوى 1500 ريال إضافي؟ من ناحيتي بصراحة ما يسوى هذا الفرق، ولكن يظل هي حقائق لازم نوجدها هناك مصلحة جوال تعدى مصلحة الجوال الثاني بالقدرة هل هذا الشيء من مصلحتنا كمستخدمين؟ إذا كان الفرق كبير، أرى أنه لا، نظلم ولكن الفرق بسيط موجود وهو لأسباب إدارية مطلوبة كأحكام وشروط في الولايات المتحدة الأمريكية لإيجاد نسخة الكوالكوم لهم ماذا نفعل؟ كنتيجة، ماذا نفعل؟ نأخذ نسخة كوالكوم إكسنس ونأخذ الأجهزة من أمريكا ونعرف أن الضمان موجود ولكن أنا أخذت البرفورمانس أكثر 7-8% أو أنني أستغني عن هذه 7-8% وأخذ النسخة المحلية مع ضمان سنتين أو أنني ألغي هذا الجوال كامل من مصلحتي أو من خياراتي وأخذ لي جوال ثاني الآن من الآخر، لو تكلمت على سلسلة S20 وأنتم شاركوا في التصويت سلسلة S20 بالنسبة لي فرد العضلات وإيجاد قوة الشركة كان من خلال الألترا ولكن الألترا ليس بالنجم الحقيقي الذي ينتشر بين الناس النجم الحقيقي هو جوال S20 Plus وهو نفس الاتزان الذي استمرنا عليه في النسخ الماضية سامسونج عندما تحاول تفرد عضلاتها، أجابت لنا نسخة الألترا والسبيس زوم وقدرات ويمكن ليس كلنا نحتاجها أكثر ما يحتاجها ولكن S20 Plus هذه النسخة الصحيحة هذه النسخة التي بالفعل أحسها هي نجم هذه السنة والمفروض أن نركزنا عليها بشكل أكبر ولازم نركز عليها بشكل أكبر والخيار عندكم وأتمنى أن أرى كامل المشاركات لكم واحتماليها كبيراً سوي حلقة بث مباشر خاصة بهذا الأمر والله يارب العالمين يقوينا ويقويكم على الخير نهاية الحلقة وكل حلقة سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك وأتوب إليك وأشوفكم على خير بإذن واحد أحد ولا يفوتكم واحدة من الحلقتين S20 Ultra عندما تحدى Mate 30 Pro وأيضاً S20 Ultra عندما تحدى iPhone 11 Pro Max ومن فاز فيه